اشتركوا في القناة وما زلنا في ديسمبر نستعد لعام 2020 نستعد للنجاح نستعد للثراء نستعد للصحة نستعد للحب والسلام والتفوق والحرية اللي يبغى يستعد يلا نشوف رسالة اليوم حين تؤمن بذاتك في دائرة من دوائر حياتك فأنت في الدائرة الأقوى حقا صاح احتمال الأفضل احتمال الأفضل وراح تتواجد فيها أكثر أكيد ترتاح انك موجود هنا في الجهة الثانية أقول أغلب الناس حولك يعيشون وسط مشاعر سلبية لذا حين تكون في أزمة مشاعرية يجب أن تعتذرهم لما يكون عندك أزمة مشاعرية مهم مهم أنك تعتذر الناس ليش أنهم الناس عندهم كفاية ألم عندهم كفاية ألم فأنت ما تبغى تتألم أكثر مما أنت متألم فالمظر أنك تعتذلهم عندنا الآن استعداد للعام الجديد عندنا ثلاث كورسات قصيرة صغيرة مختصرة مخفضة عندنا الفيل الأبيض اللي هي تتحدث عن كارم الحياة أو تستخرج من خلالها كارم الحياة وممكن في ناس يعتبرونها رسالة الحياة وعندنا أعرف نفسي اللي هي عبارة عن مجموعة من الأسئلة اللي تكتشف فيها الداخل بما فيهم اللي طلعنا جزء منها بشكل مجاني أعرف نفسي اللي تناقشنا فيها قبل وعلى فكرة الآن حلول الورقة ما زالت موجودة في الموقع وبس انستغرام لايف اللي ناقشنا فيه الورقة موجود الآن على اليوتيوب فاللي ما لحق يحل بليز يلحق ويحل بما أننا في ديسمبر بما أننا نستعد الآن لإستعداد العام الجديد بليز الله يخليك استعد معنا خليك معنا اشبك معنا في مجموعة كبيرة رح تطلع وتقفز في 2020 خليك معنا الخيارات مفتوحة فرح تكون الآن موجودة على اليوتيوب والورقة موجودة أيضا عن موقع فاللي فاتة كل الأحداث اللي سويناها من كم يوم يقدر الآن يلحق معنا يقدر يلحق أعرف نفسي هي عبارة عن مجموعة من استكشافات للذات بما فيها مستوى الطاقة جميل أنك تكتشف كثير من الشيء عن نفسك قبل ما تدخل 2020 وعندنا نية 2020 هذا الكورس الثالث أدعوك أنك تحضر هذا الكورس رح نطلق النية في 31 ديسمبر اللي أخذ البكيج كامل طبعا سوينا البكيج وعليه خصم مخفض جدا تقدر تأخذ البكيج كامل بسعر مخفض وأدعوك إلى أنك تأخذها بهذا الترتيب ترتيب أول شيء أعرف نفسي 2 في الأبيض 3 نية 2020 بهذا الترتيب لو لخبطت عادي ما في أي مشكلة ما في أي شيء يعني رح يتلخبط في مخك أو وجواتك بس أنا أقترح هذا الترتيب طيب نقشنا نقاط الضعف نقاط القوة البناء والهدم نقشنا نقشنا درجة الجذب وناقشنا درجة الاستحقاق وناقشنا مستوى الطاقة رح نأخذ بعض الأسئلة رح نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله اليوم رح أجرب 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 أخذ قست ما ندري بكين ينضغط نشوف بس خلونا الآن تكلع عن موضوعنا أعذار للفشل لما تقرنك أنت تقول والله قدامي فرصة أبغى أستعد أبغى أغير حياتي أبغى أدخل في طاقة جديدة أبغى يعني أجرب طاقة جديدة أبغى أشوف طاقة جديدة في الغالب العقل اللواعي يطلع يطلع هو زي مثل المهرج يقولك مهلا أنت تغير أنت وين وينك وين التغير ما تقدر أصل أنت أصلا أنت أصلا أصلا وبعدين يعطيك مجموعة هائلة من الأعذار والصراحة أنها كثير أعذار منطقية كثير يعني أعذار الفشل على فكرة أعذار جدا منطقية وجدا يعني واقعية كثير رحلة واقعية أعذار الفشل قوية جدا ما هي ما هي يعني ما حنا نقول هذا كلام فاضي يعني أنت تقدر تنجح لا فعلا يعني الفاشل عنده أسباب منطقية للفشل ما أقدر يعني ألوم أي فاشل أنه يعني أو أكذبة في أنه كان عندها يعني يعني عذر ومش حقيقي يعني أغل الفاشلين عندهم فعلا أعذار حقيقية فيطلع لك العقل اللواعي يقول لك ها 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 وين انت وين 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 أصلا أنت إذا نجحت إذا تبغى تنجح أصلا بعدين يطلع لك الأعذار إذا نجحت أصلا أنت بتفشل إذا كذا أصلا 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 الخلس اقعت اكت 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 اصلا انت ما تقدر قدراتك جزء ضعيفة ما تقدر ما عندك القدرات الجسدية انك تسوي هذا الشيء ما تقدر انت جسديا ضعيف ما تقدر تروح وتجي وتسوي زي هذول الناجحين انت اضعف منه او يقول انت انت اصلا ما تقدر تفهم الموضوع انت اقل انت فهمك اقل ما تقدر تفهم الموضوع وتنجح وتصل للنجاح والحقق الهداف لا ما تقدر انت شوية لا ناجحين هذول الذكياء جدا ذكائهم خارق وقس كثير من اعذار على المستوى المادي انه انا ضعيف جسديا انه انا ما عندي فلوس انه انا ما عندي احد يدعمني يا جماعة يا جماعة ما عندي احد يدعمني يعني اذا 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 يعني ذاك اليوم جبت درجة زينة علقوا علي قيم سوي دافور وماعرف ايش يعني حتى لو حاولت اني انجح يعني فشلوني واحرجوني وخلوا النجاح شيء يعني مخجل واني امضيع وقت في الدراسة امضيع وقت في نجاح معين وانت توقع توصل يعني انت يعني قاعد يعني تبدل جودك وانت توقع توصل فكل الاشخاص اللي حولي ما ايدعمون هالي اسباب اسباب يعني اعذار للفشل اسباب للفشل انو انا ما عندي فلوس جسمي صحتي غير جيدة الاشخاص اللي حولي ما دعموني يعني والله لسه يعني ابوي ما صفقلي والله لسه امي ما صفق تعطل والله لسه اخواني ما صفقلي والله لسه الدولة اللي انا فيها ما عطوني اهتمام وما صفقلي والله لسه القبيلة والله لسه الحي اللي انا فيه ما احد اعترفينه وواحد اهتم فيني والله ما احد يعني قدر เคريت تميز وقدر الاشياء المميزة والنجاح اللي ما فيه فقالني خلاص مدام ما في احد مهتمي يعني 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 ليش الواحد يجتهد مدام يعني كلهم قاعدين يعني مو بس مو مهتمين قاعدين يعني يحبطوني يعني بيئة محبطة بيئة يعني تحبطك بيئة يعني تحاول تسوي شيء يعني حتى يعني يكرهونك في النجاح فيصير يصير على المستوى المادي انه انت تلقى كل هذه اسباب اللي تدعب الفشل تدعب الفشل تقول اوكي انا اقرب الفشل من النجاح انا اقرب الفشل من النجاح مرات ايضا زي ما قلتلك على المستوى الفكري تبتل تقول لا 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 انا مستوى ذكائي مستوى قدراتي مو هالقد هذول الناجحين هذول الذكياء جدا احب اقولك احب اقولك ومن مخالطة كثير من اشخاص الناجحين في عدد من الدوائر في هذه الحياة احب اقولك انه اغلب الناجحين اللي قابلتهم يعني مستوى ذكائهم متوسط متوسط ورأيت وقابلت بعض الاشخاص اللي بالعكس اقل من المتوسط شفت هذولة يعني اقل من المتوسط فلا يجي فبالك بس انا اقولك العذر اللي راح يطلع لك يا العقل لا واعي يقولك هذولة الذكياء ترى عندهم يعني عندهم شيء اضافي فمخهم عندهم يعني تفكير اضافي عندهم ذكاء اضافي راح يجعل لك هذا عذر انه او اوكي هذا مبرر الفشل هما هما يعني شاطرين هما ذكياء هما يعني يعني مرات برضو الاشخاص احد الاعذار اللي تجيك للفشل اعذار مشاعرية اللي يقولك يا اخي خلاص ما عدي نفس الشيء يا اخي خلاص تعبت وان اسوي هذا الهدف وخلاص يعني عشان طرق باب قاعد يطرق باب عشرين سنة بعدين خلاص يعني احرق كل الدنيا وهذه مشكلة طبعا يعني يعني من استراتيجيات الخاطئة عند الناس لهم يعلقون في بوابة يعلقون فيها وقت طويل بعدين تنهرب كل مشاعرهم معنى المفروض نحن نطرق بوابة اوكي مرة مرتين يعني ثلاثة بالكثير بالكثير بعدين خلاص خلاص انت بدأت جهدك طرقت البوابة مرة مرتين ثلاثة اوكي خلاص انتهى الموضوع هذه البوابة انت نحط في زباله ننتقى البوابة ثاني بس فيه شخاص يقولونك عشرين سنة في بوابة واحدة يقولونك خلاص طب رح البوابة ثانية يا عمي ما ابغى بوابات لو تجيبوا لي بوابة الجنة خلاص انتهى الموضوع يصير مشاعرين وصل لمرحلة مهما كان هدف قريب مهما كان شي بسيط مهما كان نجاح ممكن تقول خلاص خلاص انا بالنسبة لي انتان موضوع ما عادي يهمني تعبت وانا لحق اهدافي وتعبت وانا اسوي كذا وتعبت وانا فمشاعريا يصل الى حالة الاحباط علينا محبط 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 وفيه اشخاص ايضا يتورطون في مجموعة من اللي هي مزيج ما بين الازمات الطاقية والازمات المعتقدات يعني يقولك انا لو نجحت بيحسدوني اه لو نجحت بيسحروني انا انا مسحور انتهى الموضوع ما اقدر اصلا انجح انا اصلا فين عين خلص الموضوع يا جماعة خلوني مسلحة السرير انا فين عين فين عين يا جماعة والله يعني لو تعيشون الوضع اللي انا فيه ويكون عذر منطقي يعني عذر منطقي وفيه دلائل على فكرة يقولك الشخص يعني هو يستدل بادلة يعني يوريك يعني فاكت يوريك شيء يعني موجود على الارضيك وكشفت ما اقدر انا يعني ما اقدر انجح ما اقدر اسوي كذا ما اقدر وهذه من الاعذار اللي يعتقدون كثير من الشخص من الاعذار منطقية للفشل فيقولك انا يعني مسحور انا فين عين انا فيه جنة معاي والجنة الجنة يعني رافض تماما اني انجح الجنة يعني مسكر عليه كل الطرق وكل الابواب للنجاح وحاولت لا لا تحسبوني انا مستسلم لا لا انا مش مستسلم انا حاولت حاولت وقوامت الجنة وسويت اشياء كثيرة بس يعني يعني اكتشفت اكتشفت انه الجنة هو المسيطرة على المنطف واني يعني ما قدرت انجح يعني اعذار الفشل يمكن هذه الاعذار الرئيسية اللي الناس يستخدمونها على المستوى المادي انه يحطون العيب على البيئة او يحطوا العيب على الابساد او يحطوا العيب على الفلوس او اعذار فكرية ومعتقدات جواتهم او اعذار مشاعرية انه خلاص مشاعري يا جنة خلاص انا يعني خلاص مليت من هاشي او خلاص ما عدي مزاج او ما عدي نفس وعلى فكرة الجزء بعد منها انه كثير من الاشخاص يعتقدون انه النجاح يحتاج الى جهد جبار جدا وخصوصا الاشخاص اللي قد يكونون عايش واشخاص متواجدين في مرحة الشجاعة والاشخاص اللي موجودين في مرحة الشجاعة هم جيدين بس انهم روجوا للنجاح بطريقة يعني مزعجة شوية هم جيدين وقعدين يدلون جهدهم لكنهم روجوا وسوقوا للنجاح بطريقة كثير مزعجة بحيث انه اصبح النجاح يعني وتحقيق اهداف والوصول للشي اللي انت تبغاها والحياة اللي انت تبغاها اصبح شي يعني كأنه انا لازم اشيء للدنيا وحطها وسوي شي يعني عظيم ورهيب في الحياة عشان اوصلها بينما الموضوع ممكن يعني احتاج بس ترتيب شوي هنا تعديل شوي هنا اضبط شوي مشاعري هنا اشتغل على واحد اهدافي ادوري الاحتمال الافضل عشان اركز جهدي في شي معين يعني زي ما اقول انا اشوف انه انه النجاح النجاح معادلة ذكية النجاح هي عبارة عن معادلة ذكية بس انت يعني زينا تقول تحط الملح مع الفلفل مع الخل بمقاييس معينة تطلع لك هذا هي النجاح بالنسبة لكل شخص عنده معادلة معينة بس اما انك تحط لي ملح بكميات كبيرة ومثلا خل بكمية قليلة بعدين بفلفل كبير تنخبص الطرخة تقول او انا مكثر مني انا كثرت كثرت يعني عشان تضبط الطرخة لا انت خربت الموضوع خربت الموضوع فالموضوع انه النجاح في معادلة معينة لازم انت تضبطها لازم تعرفها اكثر مما انه انه انت تحتاج كل هالجهد اللي خليك تدخل في بوابة انه او انا ما اقدر لانه 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 طيب احب اقول لي كل شخص عنده واحد من الاعذار هذه انه كل الناجحين يقابلتهم في حياتي عندهم هذه الاعذار موجود عندهم نقص صحة احيانا موجود عندهم فكرة في رأسهم تخبطهم احيانا موجود عندهم احيانا قلة ذكاء وقلة سعة افق موجود احيانا مشاعر احباط موجود احيانا شعور لا يكون جانعين لا يكون لكن كل هذه الاعذار بمجملها بمجموعها لن تستطيع ان تقف امام نية انسان واضح ومركز لا يمكن لا يمكن لو تقول لي كل القبيلة عندي يحبطوني عن نجاح ولا عندي فلوس وصحتي مش جيدة وافكاري عن نجاح غير جيدة ومشاعري محبطة واعتقد ان عندي عين وجني فوقراسي اقول لك عندك نية مركزة انت اقوى منهم كلهم اقوى من كل هذه الاشياء بالنسبة لي انا بشكل شخصي لو ابغى بس احط راسي وافكر افكر بس بحط راسي وافكر في عكازي ما سويت شيء لو بافكر بوضع الصحي ما سويت شيء لو بافكر وسيجد كل الناس مبرر لفشل ما في حد راح يقول يوي اذكر لما كنت ابغى اتقدم للبعد ما تخرجش من الثانوية كنت ابغى اتقدم للجامعة وجامعة تربوية الجامعة تربوية يقبلون المتقدمين بناء على انهم في المستقبل راح يكونون معلمين او تربويين فلهم اشتراطات معينة فالاحد ابرز الاشتراطات ان يكون الوضع الصحي لائق صحيا تعلم هاي الجملة لائق صحيا لازم يكون عليها صح لائق صحيا فكانت بالنسبة لي واو لائق صحيا شو صد لائق صحيا انا شو صد لائق صحيا انا ما عندي لائق صحيا فبالنسبة لي انا اول ما يعني اذكر كنت في مكان فكنت اكلم واحدة هي استاذة في الجامعة فكنت اقول اي انا بتقدم للجامعة وكذا فقالت لي اي بس شون يقبلونك وانتي يعني وضعك الصحي كذا طبعا انا يعني تخيلوا يعني ما عاد فلكنت خرجة ولا كنت لسه ثالث سنوي يعني يعني عندي حلمة افغى ادرس اواخذ الدكتوراه اه مناقزة طالعة من طفولة يعني كله يعني تنمر وانا انا كله يعني في المدرسة يعيش ويا مش الطالبة الجيدة والمويزة واللي عندي خمس جو ما عندي ولا نجب عندي سبس سالب فاطلع كذا يعني القى اول مفاجأة قدامي انه يا الله ما ادري ما ادري لائق صحيا رحت و سويت المقاملة و دخلت دخلت ما عرف كيف لي شيء تبروه يلائقه صحيا الوهم اني دخلت لكن بالنسبة لي بالنسبة لي لو لو في مخي يجي في مخي انه انا بفكر انه وضعي الصحي يمنعني اني اسوي هذا شيء ويمنعني اسوي هذا شيء يمنعني اسوي هذا شيء صح بس في اشياء انا اقدر اسويها طب خلني اسوي اللي اقدر انا اسويه خلني اسوي اللي انا اقدر اسويه وخلني اشوفه الشي يجيب لهذا اللي انا اقدر اسويه الشي اللي ما اقدر اسويه خاص ما اقدر اسويه بس لا يستدعي هذا انه يحبطني لا يستدعي انه في اشياء انا ما اقدر اسويها انها لا يحبطني سيقول انا ما اقدر اسوي هذا الشيء ما اقدر اسوي هذا الشيء ما اقدر اسوي هذا الشيء ما اقدر اسوي شيء بس انا اقدر اسوي هذا الشيء طيب يمكن ما اقدر اسوي دورة لايف كل شهر ولا يمكن كل سنة إذا سويت دورة في السنة لايب يا جماعة كلكم تحالوا لأنه من النادر بالنسبة لي ومن الصعب جداً أن أقدم دورة لايب لكن عندي سوشال ميديا أقدر أطلع وأتكلم تالي راح تلقاني مراكزة أكثر استفدت أكثر حولت الألم وحولت المحنة هذه إلى منحة لأنه أنا أوكي يمكن ما أقلر سوي هذا يمكن مقدرمين ثانين يقدرون يكونوا في الميدان أقوى مني بس أنا أقدر أكون في السوشال ميديا أقوى أنا أقدر أكون موجودة أكثر أنا أقدر أعطي أكثر بها الطريقة اللي دائماً يجي في راسي دائماً يجي في راسي لما مرات مثلاً أبغى أطلع ونتبع أوه عكازي وين عكازي وين عكازي وين عكازي مرات يضيع العكاز ما أدري وين حطيته آخر مرة وين عكازي وين عكازي ما أقدر أمش يبدو عكازي اللي دائماً يجي في بالي ويرن في راسي دائماً أنه سوياً ينتبهي أنتبعك عكاز انتبه! مو انت معك عكاز لا تستطيعين تسويه! لا انتبه! لازم تسوي لي ان معك عكاز! شوفوا فرق الفكرة! شوفوا فرق الفكرة! اقدر اخلي عكازي سبب للفشل! ولن يلومني احد في هذه الحياة كلها! ما رح احد يلومني! بس اهل اللي يجي فراسي وش يقول? انتبه ترى معك عكازها! انتبه! لازم تسوي صح! لازم تسوي صح! لازم تشتغلين صح! ترى معك عكاز! فانت عندك الخيار دائما على فكرة! انت دائما عندك الخيار انك انت تختار ان هذا الشي يكون سبب اني يحبطني! ورح يكون! ويقدر يكون! ويقدر يسحك! اي اي فشل عندنا اي ضعف عندنا يقدر يسحك! يعني بكل بساطة او بس احط شوية من مشاعري على العكاز كذا اقعد واصيح واستسلم وخلاص! بكل بساطة! وأي شخص عنده دائرة ألم! قد تكون ألم في المال! قد تكون ألم في البيئة! قد تكون ألم في الصحة! قد يكون ألم في الأفكار والمعتقدات! قد يكون ألم في الشعور! قد يكون ألم في الطاقة اللي هو يعتقده! ونحن لا ندري أنها متضررة أنك أنت لا تنسى هذا الشيء أنه هذا العذر اللي تعتقد أنه عذر للفشل هو بكل بساطة ممكن يكون سبب للنجاح حسب أنت من وين شوف من وين اتجاه اللي تشوفه وين اتجاهها شوف إيه بس أنا معي عكّاز ما أستطيع أن أفعل هذا الشيء أو انتبه أنت معي عكّاز لازم تفعلها صح لازم تفعلها بطريقة صحيحة لازم تفعلها بطريقة صحيحة جزء من الفشل اللي قد يكون عندك هو يدفعك لمزيد من المسؤولية يدفعك إنك أنت تكون مسؤول تقولك أوكي طيب البيئة اللي حالة محبطة معناها ناقص لازم أغسل ديني منهم صح ولا لا؟ الحكومة متى يكدون علي الحكومة متى يجفعون لي متى يعطوني متى يسوون لي أبوي متى يعطيني متى يدفع لي متى يكد علي متى يبني لي بيت أمي متى تسويلي أخواني متى يسوون لي بدل ما أنت قاعد تنتظر اغسل دينك منهم خلص الموضوع خلص القصة خلص القصة اغسل دينك منهم خلاص قل خلاص وأصلا أصلا قد يكون مرات مو من حقك أصلا أنك أنت تنتظر مو من حقك أنك تنتظر لكن أنا أقولك إذا أنت تنتظر وهم يعني بعتبات باتبارك وبمفهومك المفروض ويجب عليهم أنهم يعطونك اغسل دينك عشان ترتاح عشان تنهي تنهي هذه القصة الملخضط حياتك كثير من الناس عايشين قصة انتظار عايشين قصة انتظار ادخل المثل تنتظر المثل تنتظر واحد بجنبك تنتظر تنتظر يقرر عن حياتك خلاص انتقل اللي بعده اللي بعده احب اقولك هل هذا مبرر للفلشل لو قلت لأحد والله في واحد بجنبي في واحد بجنبي من المحيط اللي حوالي يعني يقولي ممنوع انه انت تشتغل يمكن يمكن اغلب الناس يقولك ايه انت لازم تحترم هذا الشخص ايه هذا وجهة نظر انت لازم تقدر هذا وجهة نظر يعني ما احد راح يلومك على الفشل اللي انت فيه بس انا ادعوك الى انك انت تعمل سكب يعني وتتجاهل تتجاهل كل هالاشياء اللي تدعوك للفشل وان كانت منطقية وان كانت مبررة وان كان راح يجبون لها كل اللي حولك راح يجبون لها تبريرات تبريرات باي طرق للتبريرات احيان تبريرات من التراث الديني احيان تبريرات يعني بعض الناس حتى يحطون الشي يعني يتحول الشي لا اخلاقي الى شي مخالفته لا اخلاقية شي غريب غريب جدا غريب جدا يعني شي لا يمكن تصديقه في بعض المجتمعات يعني مرات شخص يعتدي على حق يعني اب مثلا يعتدي على حق ابنته في الزواج يعتدي على حق ابنته في الزواج سمعت القصة اللي ظهرت هاليومين معروفة ومشهورة يعتدي على حق ابنته في الزواج بنتها راحة تشكت للقاضي تعرفون انه في ناس زعلانين عن البنت ليش راحة تشكت للقاضي هذه من العجائب الي تشوفها في الحياة طوال الوقت في اشياء حقى مستوى اصغر و في اشياء واكبر في أشياء على المستوى أصغر في أشياء على المستوى أكبر فلاحظ أنه تقريباً أغلب الناس لما تطالب بحقك راح يقولون لك أنت يعني أنت غلطان أنت غلطان ما المفروض أنك تطالب المهول أنك تسكت المهول أنك تفضل بالفشل المهول أنك تتقبل للفشل بس كذا لأنه هذا السيطة ماشي على كذا لأنه الناس متعودين على كذا يعيب أو يجبون لك يعني يلس قول لك شيء يعني من الثراث الديني هم يعتقدون أن يلصق الطريقة معينة فأنت تتورط وبعدين تمر الحياة وأنت تقول آه يا خسارة ليتني ليتني ما لفيت وأعطيت قيمة يعني حطيت إذني حطيت إذني وسمعت الأشخاص ما المفروض أني كنت أسمع لهم ما المفروض أني كنت أسمع لأشخاص يحددون حياتي وحددون قيمتي وحددون أروحي ميوم لا أروحي سا ما المفروض ما المفروض هاي ما تصير يعني عند العقلة بس صير يعني في مشتمعات معينة فأحب أقول لك اليوم أنه أعذار الأسباب الداعية للفشل كثيرة وقوية ومنطقية جدا ومبررة أذكر لما قررت أني أستقيل من الجامعة كنت أستاذة في الجامعة ووظيفة حكومية وتعرفون يمكن في صعوبة الآن في الحصول على وظائف حكومية فلما قررت أني أقدم استقالتي أقلب الأشخاص اللي حولي عارضون عارضوا يقال يعني ما عندك سالفة في أحد يترك وظيفة حكومية في أحد يترك وظيفة حكومية ويستقيل ما عندك سالفة طبعا أنا كنت وقتها بدأت بالبزنس بشكل بسيط بس ما كان بحجم البزنس الآن بس بالنسبة لي أنا كان لابد أني أنا أؤمن بالفكرة اللي عندي بالداخل وأؤمن بنفسي وأتخذ هذا القرار كان لابد أني أنا أقوم بهذا السلوك وبهذا الخطوة لذلك تذكر دائما تذكر دائما أنه أسباب الفشل كثيرة وموجودة وإذا تبغى عذر الفشل يعني تقدر تلقى تقدر تلقى إذا تبغى تحط قدام الناس أو حتى قدام نفسك يعني تقدر تقول قدامنا إي أنا ما حققت الهدف الفلان هذا لأنه صراحة لأنه صراحة ما عندي واصفة فلان عنده واصفة يعني لانه تقارنون نفسية وكنت أقرى قبل شوي في تويتر واحد بنزل لي مقطع كنت أتكلم به وواحدة تقول إي أنا يا سمي تتكلم يعني تتكلم بس لو جاه شي نشوف خيبة الأمل لو جاه شي نشوف خيبة الأمل بس خلوني أبغى بس أجيب عكازي هذي والله ما دلو ما دلوش اسمها في تويتر أقول لو تشيلين هذا العكاز طول عمرك طول حياتك تعرفين إيش يعني خيبة الأمل ها تعرفين إيش يعني خيبة الأمل ها ولو تلقيم من يوم طلعت من يوم طلعت وتكلم في عالم التدريب كل يوم في أحد يسبني ويشتمني ويكفرني ويقول لني ما عندي ذال فتعرفين إيش معنى خيبة الأمل تعرفين بألم شديد تحس انو ما في أحد في هذه الحياة يفهم الألم غيرك ما في أحد يشعر بهذا الألم قدك ما في أحد يعني حس بالعار قدك ما في أحد حس بالخوف قدك ما في أحد حس بالغظب قدك مافي احد عنصدم من الحياة قدك مافي احد خاب ظنه من الناس قدك مافي احد خاب أمله من الجميع قدك مافي احد يعني تقع dessas لاني جربت هذا الشعور لاني جربت هذا الشعور لكني ادرك في نفس الوقت وهذا يجب ان تتذكروا دائما ان كل الناس عندهم غالة وكل الناس عندهم غالة الاحساس وكل الناس عندهم هذا الشعور ومن الذكاء انك تفهم انو الناس يحسون زي ما انت تحس ويشعرون زي ما انت تشعر اذكرك مين معنا دكتور باسل معانا ما انتبهت اي هذا الدكتور باسل نتعلم حتى الانبياء شكرا جزيلا دكتور باسل شرفتني شرفتني بس ما يعني كلامي لما اقولك انو انو لما اقولك او اقولك الالم اللي انا مريت فيه ما يعني كلامي انو النجاح مؤقد وصعب ولازم انو انت يعني لازم تذوق الويل تذوق الالم عشان تنجح له انا اقولك انو النجاح خلطة النجاح هي عبارة عن خلطة لازم توصل لهذه الخلطة اذا تبغى تفشل في كثير من الاعذار كثير من الاعذار المتوفرة عند كل شخص كل الناجحين اللي اعرفهم عندهم سبب مبرر للفشل كل الناجحين اللي اعرفهم عندهم سبب مبرر جدا ومنطق جدا وواقع جدا للفشل يعني لو فشل وفحد لامهم وفحد قالهم ليش فشلتوا يقولك لا يا اخي انا فشلتين وما كان عندي فلوس شلون تبغوني يأسس اليوم كنت في عرب نت وكان في ماشاء الله مجموعة من الشباب ستارت اب عندهم مشاريع جديدة وناشئة ومبتدئة وكانوا يبحثون عن مستثمرين فاقول برضو لكل الاشخاص اللي موجودين معانا اللي مهتمين بكار مكثرة ومهتمين باطلاق مشاريعهم الاموال موجودة في كل مكان بس وين الخلطة صح والله وين الخلطة في الان شخص قاعد في البيت قاعد يفكر يقول يا الله انا انا يا دكتورة سموية مستعد وجاهز وعندي فكرة تكسر الدنيا وانا ما عندي بان عشتظل من الصباح الى المساء تقلا بس كلا ترا ما في راس مال يعني حط رجنك على ارض الواقع ما في راس مال هذه العذار هاليا العذار قلipsة ما في راس مال اليوم فقط في عرب نت يعني شفت عدد هائل من المستثمرين الي عندهم ملايين الملايين يبحثون عن هذول الناس اللي جاهزين اللي عندهم بالخلطة اللي المستعدين اليكي yieldsفكروا انا عندي مشروع تعال انت المستثمر وعطنا فلوسك وزيادة وزيادة احنا عندنا على عشرين عشرين زي ما قلت لكم اللي هو راح تتسع الان لانه الحراك الان الاقتصادي فيه خلنا نقول انه وقلت هذا الكلام العام الماضي انه خصوصا الان في السعودية الحكومة تدعم القطاع الخاص بشكل كبير وتدعم المبتدئين في البزنس بشكل كبير لانه لا راح يستمر يعني فترة معينة فيه اشخاص بيلقطون الموضوع وبيطيرون فيه اشخاص بيطيرون لان بتأكدة بتأكدة فيه ناس يعني راح يحلقون في الثراء قريبا راح تسعون يعني ناس جدد ما يعني جايين من فقرة وجايين من وضع عادي راح يحلقون في الثراء وبيطيرون بس بعد فترة هذه الاشياء ما راح تكون موجودة وراح تكون متوفرة لكن احنا نمر بفترة تاريخية جدا مذهلة جدا مذهلة حتى نشوف في امريكا ما زالت نفس الاشياء تشتغل نفس الطريقة طيب اعتقد المفروض ان احنا نوقف موضوع عذار الفشل دائما فيه عذر منطقي واقعي للفشل ودائما فيه سبب منطقي واقعي للنجاح كما هناك عذر منطقي واقعي للفشل فهناك سبب منطقي واقعي للنجاح بس الموضوع هو اختيار انتهينا ولا هنا انت تبغى تنجح تبغى تنجح اوكي كل عذر دور لحل يطلع لك عذر المال قل اوكي ندور وسه يطلع لك عذر واحد من البيئة مبهدل فيني سكب يطلع لك عذر والله صحتي ما هي جيدة اوكي ارتب الموضوع وفطل صحتي يطلع لك عذر عندي معتقدات واخد دورة فكك كل معتقداتي وخلص ويطلع لك عذر مشاعري اوكي بحاول احيط نفسي بالبيئة طيب او بفتح بفتح موسيقى طاقة ايجابية من اليوتيوب في حدود كل عذر للفشل لحل لحل انت عندك الخيار تبغى تختار الفشل في اعذر تبغى تختار النجح في اسباب منطقية للنجح وعلى فكرة دائما هناك ذبذبات نجح وذبذبات ثراء وذبذبات وتجمعات للثراء وتجمعات للنجح دائما تستطيع انك تتواجد بينهم تلقطهم تستفيد بينهم تشعر بشعورهم تستفيد من هذه الطاقة وهذه الذبذبة خلو ناخد بعض الاسئلة طيب واحد تقول دخليني قسط يلا بنك السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا حبيبة قلبي مين معاي معك سارة سارة حبيبتي شرمفتيني ماذا سلمك حبيبة قلبي سمي سارة سمي والله ما بتوقعت اصلا تدخليني فاحثت شوية يعني بتويترا انا كنت ابغى افاجئك سمي سارة دكترا والله يعني انا مرة استفدت يعني منك مرة مرة كثير صراحة رغم اني ترى يعني انا سني ترى مرة صغير توني يعني بالثانوي توني بالثانوي عمد 16 ويعني الحمد لله يعني الحمد لله يعني كل شي تمام بس اني يعني من السنة اللي فاتت احس جيتني صدمات قوية من ناحية الاشخاص اللي حولي والصدقات وزي كذا وعرفتي اللي خسرت ناس كتير كتير يعني ناس كانوا معايز من زمان ما توقعت انو اخسرهم عافتي يعني بعض الناس وكميتها يعني ممكن بولي تمكن عشرة اشخاص او سبعة اشخاص يعني كنت اعرفهم تركوني بدون سبب بدون سبب يعني يعني مو مثلا انا غلط او ما اعرف لا حرفين بدون سبب يعني بعضهم فجأة يخطفون فجأة بلوك كذي كذا عرفتي و احس اني يعني عرفتي مع الوقت اول كنت مرشت معي بس مع الوقت يعني مع الصدمات وكل شيء احس يعني خلاص يعني زي اللي خلاص تعودت تعودت انو معتر عن حولي ناس عرفتي وبكوني انا ما عندي اخوات كبار يعني انا اكثر واحدة فاللي حولي مب عمبي فهمتي يعني زي اللي احس زي اللي فيه فراغ كذا يعني عرفتي و احس انو مع اني ترى انا يعني مع الوقت صرت اعتراك الزبت على نفسي وقلنو او ما احتاج هذول الاشخاص او ما احتاج صديق بحياتي انا صديقة نفسي بس يعني اكتشفت مع الوقت يعني لما سويت تمارين معاك بلايب وكذا اكتشفت انو مع الوقت انا قاعدة اكذب على نفسي بحياتي اصبر اللي ما يجوني اشخاص فهمتي فانا احس انو في هذه القوم الكبيرة يعني احس ان فيه رسالة بس انا ماني فاهمتها فهمتي انا ماني فاهمني خصوصا بالمكان اللي انا مجلد فيه حتى بالمدرسة اللي انا فيها اغلب الناس اللي حولي ملقت اشخاص يعني مقادرة مقادرة مثلا اخونوا صديقات جيدة لانه خلاص يعني جتني صدمات كثيرة فاهمتي ما عرف احسن لي رسالة انا موفاهمتها اهم 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 تهمتك يا سارة سارة انتي تغيرتي السنة هذه او سنة اللي راحت ماره ماره تغيرت حتى الناس اللي حولي بقولني اني تغيرت صرت مرة اهدى اهدى صرت مرة ضوائية عرفتين طيب حبيبتي سارة اقول لك اسمعيني ها اين ترفتيني حبيبة قربي شكرا جزيلا عن اتصالك يا حبيبة قربي سارة معنا ستنوريكم جتني هدية هدية جميلة جدا اوريكم اياها شوفوا شوفوا يا جماعة هذي جود تذكرونها جود تذكرونها جود اللي تصلت فيني عمرها 15 سنة تذكرونها تذكرونها جود اللي تقول ماما تبغالي ارجع مبكر جبتلي هذي هدية شكرا جزيلا يا جود حبيبتي مرة عجبتني طير سارة حبيبة قلبي عمرها 16 سنة سارة عمرها 16 سنة بقولك يا سارة 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 تقول السنة الماضية طلتها صدمات قوية خسرت من عشرة الى سبعة اشخاص تركوها من غير سرب سولها بلوك او اختفوا يعني تقول كانت اجتماعية والحين صارت بدون ناس وما عندها خوات اكبر منها فاني تحس بفراغ لانه ما في احد عمرها ولا في احد حولها تقصرت اقول نفسي ما احتاج صديق بحياتي انا صديق نفسي وبعدين اكتشفت ان هذا الكلام كذب على نفسها هي تقول ما هي رسالة سارة حبيبتي اول شيء احب اقول لك يعني انا فعلا فعلا اشكرك على اتصارك واشكرك على اهتمامك واشكرك على متابعتك واشكرك على حرصك على تطوير نفسك بهذا الامر يعني اغلب الاشخاص اللي عندي تقريبا من عمر 25 الى عمر 35 فيعني من الجيد منك انه انت تهتمين بنفسك تطورين بنفسك وتهتمين بمشاعرك بافكارك يعني بعد كم سنة انت راح تكونين متقدمة ومتطورة على كثير من اشخاص اللي خوالك الشيء الثاني اللي ابغى اقول لك ياه يا سارة انه يعني برضو ابغى اقول لك شكرا وابغى انبهك على ذكاء جيد عندك اللي هو لما قلتي انا ما احتاج صديق او شيء العقل اللواعي طلع يبغى يحل الموضوع لانه هو تورت ربتين لانه هو يعني الآن تورت نحط في زاوية انه انا بدون اصدقاء بلاحد فهو يبغى يحل الموضوع لانه العقل اللواع عنده مسؤولية انه هو ما يطيحك يشيلك يعني حاول يضفك باي طريقة يعني سواء كان صح او غلط بس هو يعني مثل الطفل اللي حاول ينقذ امه شبته الطريقة يعني ينقذ امه باي طريقة صح وغلط بس يبدل جهده فهو بدل جهده فوش قال قال انتي ما تحتاجين صديق انتي صديقة نفسك انتي ما تحتاجين صديقة نفسك فيعني يعني كونه انه انتي اكتشفتي هذا الوعي هذا الطفل قام وقاد السيارة قال انتي ما تحتاجين صديقة انتي صديقة يعني فهذا ايضا تطور في الوعي عندك انه انت تنتبهين تنتبهين الخد عالي اللي قاعد يسويها العاقل الواعي سارة اضغى اقول لك عدد الاشياء لابد انت تنتبهين لها اولا حصل لك تغيير قبل ما يختفون كل هذول الاشخاص قبل ما يروحون كل هذول الاشخاص حصل لك تغيير حصل تغيير نتيجة التغيير هو انه انت عندك اختبار ورسالة في موضوع انك انت تتحررين من الاشخاص وتعرفين انك انت كيف تعيشين مع نفسك وكيف تتفهمين مع نفسك وهذه مرحلة جديدة في حياتك هذه مرحلة جديدة قد محتمل انه انتي حطيت نية وحطيت هدف معين فظلوا انه انتي في مرحلة يعني الواحد انك هذكر فيها في اهداف المستقبل وخطوات المستقبل لما انت تكون حطيت نية الان الكون يترتب عشان النية هذي تظهر في الوقت المناسب يمكن مثلا في واحدة حطت نية انه يعني تكون خلونا نقول انها تكون ثرية على سبيل المثال وهي صغيرة مش في عمر ثراء ولا في احتمالية انه هي تشتغل في هذا الزمن في هذا الوقت ولا في يعني مداخل النية ما لها مدخل ما لها تتنفذ لكن تبدأ الآن ذبذبات النية تبدأ من الآن فتعدك لمرحلة معينة فتدخليه في مرحلة الإعداد ايش هي هذه مرحلة الإعداد؟ هل لي مثلا ممكن فجأة تلقين واحدة من عائلة فرية صادقك؟ تدخليه في الذبذبات شوية ليش؟ لانه لما تدخليه في الذبذبات بعد كم سنة هي تقرر تفتح بزنس فتدخلك معها مثلا شريك وبعدها تبدأين تشوفين البنز التعليم بعدين تستقلين بعدين تكون ثرية فالإعدادات اللي تيجي هذه الإرحاصات اللي نسميها الإرحاصات النية هذه تيجي مبكرا فمن المحتمل جدا انه انت حطيتينية فجأت الإرحاصات انه انت محتاجة تختبرين هذه التجربة لوحدك الشي الآخر اللي احنا دائما نذكر فيه وليست هذه دعوة للوحدة وليست هذه دعوة لترك الناس وليست هذه دعوة للبلوكات وليست هذه دعوة لمغادرة الأشخاص خصوص انه فيه أشخاص جيدين حولنا في الحياة انه الأشخاص اللي حولنا هم انعكاس لنا ففي الغالب لما احنا نبدل الجلدة نبدل الملابس نبدل النسخة لحظة التبديل يكون فيه دخول وخروج لحظة التبديل يكون فيه دخول وخروج ويكون مرات فيه هدوء كده زي نقول هدوء ليس نقول عاصمة وسيسبق النسخة الجديدة ففي الغالب فيه مراحل الانتقال هذي يكون فيه الساحة فاضلة لي نقول محن لأحد لي لانه الان الكون ينتظر منك النسخة الجديدة انت وش ناوي تكون؟ ناوي تكون بخيل نرسل لك واحد يعني يوريك البخل انعكاسك انت ناوي تكون لسانك طويل نرسل لك واحد أطول منك لساني عشان يوريك قديش لسان الطويل مؤلم ومزعج انت واحد يعني يعني ايش النسخة الجديدة اللي انت بادي فيها ففي مرحة ارتباك النسخ يكون فيه هذا الدخول والخروج ذلك يسارة عني اقول انه انا متأكدة انه انت في مرحلة انتقالية انك انت تنتقلين وان هذا مؤلم بالنسبة لك هو صعب العقل اللا واعي يحاول ان ينقذك وانت اكتشفتين ذكية واكتشفتين الموضوع والرسالة انه انت تستفيدين من هذا المرحلة استفيدين من هذا المرحلة اكتشفي نفسك اكثر اتحرفي على نفسك اكثر اعرفي نقاط قوتك وضعتك اكثر لانه مرات كثرة مخارطة الناس مرات الناس يضللونك بمعلومات عن نفسك يعني يقولك لا لا انت تحب اللون الاصفر تعال اشتري هذا القطع باللون الاصفر طب يا جماعة استنوا خلوني يبكر في الموضوع يعني صراحة انا ما اعرف احب اللون الاصفر او لا احب اللون الاصفر يعني الناس كده يحطونك في خلاط وتقررون عنك ويقولونك وش تحب وش ما تحب وش تكره وش ما تكره وش ما تكره انت قوي في ايش انت ضعي في ايش فجأة تدقاك انت يعني لبسينك شي ما تدري وشو فهذه فرصة ذهبية بالنسبة لك في وقت جدا مبكر وممتاز انه انت تقعدين مع نفسك طلعين مقاط قوتك ومقاط ضعفك تكتشفين نفسك اكثر اقدر اقترح عليك كورس اعرف نفسي رح يفيدك كثير جدا في هذه المرحلة ما اعتقد نقدر ناخذ قيست بس جيد اكتشفنا انه نقدر ناخذ قيست يا جماعة اكتشاف خطيرة طيب خلونا ناخذ اسئلة من الشات التنظيف صعب يعني مو بدرجة صعب التنظيف اشكال في شكل لاواعي اللي هو التنقس والموسيقى التحولي عندنا الناس اللي ما يبغون يعني ما يبغون يعني يحكون جلدهم ويدورون يفتحون الدواليب ويفتحون الملفات وفي فتحة الملفات وتنكيش الدنيا وتطريعة الاشياء من العمق انا بالنسبة لي من خلال تجربتي الواقعية بصراحة بكل واقعية يعني ما بغى عيش احد في دائرة وردية غير حقيقية اكتشفت انه التنظيف الواعي مع اللاواعي هو اقوى انه الواعي مع اللاواعي لانه اللاواعي يشتغل بس بس لما لما طيح ما تلقى الانقاذ لكن الان اللي سووا تنظيف واعي اللي اشتغلوا معايا سووا تنظيف واعي واشتغلوا في كورسات التنظيف الصغيرة اللي موجود لان او ابانوس او الوعي الطفولي او السور بيتوكس او القصيرة هذة اللي هي الخوف الغضب الحزن التأنيد الثقة بالنفس اللي اشتغلوا هذا الان يعني هما يفهمون نفسهم يعرفون نفسهم موش يطلعون افسهم يعني معدة هذه الاشياء انك انت تكون معلم نفسك انك انت تكون الماستر انك انت مو دائما تحتاج احد انك احد يطلعك او 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 لانه كل يوم في الحياة في مواقف كل يوم في مشاعر كل يوم في اشياء جديدة فمن الجيد انك انت تمتلك هذه المغارات لكن اذا احنا بنبدأ قد لما نبدأ نكون ضعيفين فممكن نبدأ بطريقة لا وعية بعين شوي شوية نبدأ بالطريقة الوعية علي اجزت ارها من الملفات تشعر اني احبها طب اسألي ليش احبها واشي الشي الشي اللي انا متمسكة فيه في النسخ القديم واشي الشي اللي انا متمسكة فيه في النسخ القديم واشي تبغيل ماشي النقطة اللي كل الدورات تناسب بجل شخص tape ممم احي شخص مرض روحي لكن الدورات مش مخصصة لمعالجة شخص لديه مرض روحي وخلينا نحط بين طوحين و تعلمِ أنه مين الي يصنف هذا المرض يعني الموضوع يبغى لهinski يبغى له Muhي يبغى له armour وتأكدين فعلا أنه هذا الشيء موجود أنه مش معتقد أحب النسخة لأنها طيبة لو كانت جيدة هذه النسخة الطيبة لو كانت جيدة بالقدر الكافي لو وصلتك لو كانت جيدة بالقدر الكافي ل أنها وصلتك لكنها مش جيدة بالقدر الكافي أو إنها ناسبت في مرحلة معينة لكنها مش مناسبة لمرحلة قادمة فيجب ان تترجل يجب ان تترجل شكرا مع السلامة قديت اللي عليك هذه الحياة يوم من الأيام انت راح تترجلين عن كل الحياة عن كل الحياة كاملة فانت مستخسر على نسخة يعني كيف تخلص من الكسل اول شي ان انت تنظف الاسباب الكسل الاسباب اللي دعت للكسل ممكن في اشياء جاية من الماضي تحتاج تنظيف الشي الثاني انه احط نية اشتغل عليها و احط اهداف اشتغل عليهم عشان نية تحفزني اني انا اشتغل وبالاساس اني انا اعتمد على موضوع قيمي لانه اذا حطيت هدف شرق والقيم غار ما رح تحركني هدف ليس مبتسق مع قيمي ما رح حركني ما رح شعور معين تواتي اني يحركني الشي الثالث اللي انا دائما 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 اكد عني اقول الكسل يدل انك ليست ترس في الطريق الصحي هذه احد الاشاراتك الكسل التأجيل التأخير يدل على انك انت مش في الطريق الصحي الشخص اللي في الطريق الصحي شابك صحي والتزامن مع الاتصال الزمني مع الطريق ما شي صح لا يتأخر ولا يكسل ابحث عن الاحتمال الافضل كيف اوقف تأجيل صار سنتين وقفة مكاني غير الطريق تأجيل سنتين غير الطريق اذا اجلت ثلاث شهور ارجوك اقعد مع نفسك جلسة حاسمة اذا اجلت ستة اشهر ارجوك انك تاخذ موقف خلص الجلسة ستة اشهر الجلسة ستة اشهر اخذ موقف يعني اكثر من كده يعني الحياتك بلاش يعني انت بغت تضيع كلها تأجيل لا طبعا متفائلة جدا بالعامة القادمة جيد كورسي يساعدني في اول خطوة ابدأها اول خطوة اول خطوة اول خطوة او شي تروح اليوتيوب وتحضر ثلاثة مقاطع اللي تكلمنا عنهم اللي هو سلم هاوكنز مصفوفة القيم القوانين الكونية على اليوتيوب بعدها تتقل الى كورسات التنظيف اللي موجود الان على الموقع اللي هي الثقة بالنفس التأنيب الحزن الخوف الغضب اجل اشغاله عشر سنوات ما امام او دقيبة 10 سنوات في شي متأمام كيف الندور طبقتها صح قصدك كيف تعرفين ان الدورة طبقتها صح؟ لما تطبقينها طبقتها صح لما تطبقينها طبقتها صح لما تطبقينها طبقتها صح لما تطبقينها طبقتها صح اذا صعب عليك انك تفهمين هذه التركيبة معناها انتي يجب انك تحضرين شفرة الاختيار ثاني يوم في الفيل الابيض احس اني خفيفة وسعيدة كنت اكتشفتي اشياء ها؟ علاقة ما سنتين ولا في اي خطوة جدية انتي اش تبغين؟ انتي اش تبغين؟ السؤال انتي اش تبغين؟ هل انتي تنتظرين؟ هل انتي تنتظرين؟ انا لا انصح بفكرة الانتظار يا اما تعيشين على نفس الفكرة او انه تحطين نقطة انتهى الوقت احب اذكركم عشرين عشرين اعرف نفسي الفيل الابيض بكتشاكة ونيت عشرين عشرين